هنروح للتنس الأرض يمكن ميار شريف نجمتنا نجمت النادي الأعلى ومنتخب مصر بتودع بطولة استراليا المفتوحة ودي استراليا من أحد أكبر بطولات في العالم يمكن ميار في الترتيب تدهو 60 دلوقتي وخسرت في الدور الرئيسي يمكن كان زمان ميار قبل ما تخش في الترتيب العالي ده كان بتطلع من الدور التمهيدي دلوقتي بتخش الدور الرئيسي وخسرت من قدام البريطانية هيزر واتسون والمصنف رقم 74 قريبين في المستوى طب خسرت ازاي؟ خسرت المجموعة الأولى بنتيجة 6-3 والمجموعة الثانية كسبتها 7-5 أما المجموعة الثالثة فخسرتها بنتيجة 6-2 مايار كانت خلصت السنة اللي فاتت في التصنيف الـ 61 على مستوى العالم وكمان تم ترشح الجائزة أفضل اللعبة صعيدة على مستوى العالم من رابطة اللعبات المحترفات للتنس إنجاز كويس جدا منتظرين الأفضل منك يا مايار مستنين نخش في البست 50 بلايرز ومستنين نخش كمان في التوبتين زي أنس اللعبة التونسية الجميلة اللي حقيقة يعني حيث ما بيقوله أنس جابر اللي هي بتمثل المرأة العربية واللعبة العربية بشكل جاي جدا وبقت من عشر المصنفين الأولى يمكن تصنيفها بيروحوا ييجي ولكن محافظة إن هي تصنيفها متقدم نتمنى الميار إن شاء الله إن هي تحقق إنجاز أنس بإذن الله